بمناسبة اليوم العالمي الثامن للفقراء الذي يحتفل به هذا العام تحت عنوان صلاة الفقير تبلغ إلى أذني الرب ترأس قداسة بابا فرانسيس قداسا إلهيا في بازليك القديس بوتروس وألقى عظة أمام المحتشدين قال فيها عندما يبدو أن كل شيء ينهار تماما يأتي الله ويقترب ويجمعنا لكي يخلصنا وأوضح قداسته أننا نعيش في زمن تتزايد فيه الفوارق والتفاوت بين الناس ويعاقب الاقتصاد الأشخاص الأكثر ضعفا بينما يكرس المجتمع نفسه لعبادة المال حتى لا يستطيع الفقراء أن يفعلوا شيئا سوى الاستمرار في الانتظار وأضاف في ظل هذه الحال يقترب الرب لكي يحررنا من العبودية ونحن تلاميذه يمكننا بفضل الروح القدس أن نزرع هذا الرجاء في العالم وختم البابا فرنسيس قائلا لا يجب علينا أن ننظر فقط إلى المشاكل الكبيرة للفقر في العالم وإنما إلى القليل الذي يمكننا جميعا أن نفعله كل يوم من خلال العناية والاهتمام بالبيئة التي نعيش فيها وبالسعي الدؤوبي لتحقيق العدالة